بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبنا ورسولنا وقائدنا محمد رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تقبل الله منا ومنكم ونسأل الله تعالى أن يثبتنا وإياكم على طريق الحق والخير وفعل الخير إنما على كل شيء قدير ها قد أقبل رمضان وأقبلت برامجه ومسلسلاته وإن من اللافت في هذا الشهر الكريم انتشار وكثرة برامج المسابقات والفوزير وهذا جيد أن ننبش الذاكرة وأن نتعلم مسائل جديدة وعلوم جديدة ولكن شريطة ألا تلهين هذه المسابقات عن طاعة أو عبادة أو صلاة أو صلة رحم أو تلاوة قرآن كل شيء يكون محدودا وبمقدار ينتج وينفع وأي شيء يتجاوز هذا الحد والمقدار سوف يكون مضرا أو مخلة وهذا لا نريد لهذا الضرر أو الخلل أن يكون معنا في رمضان ونريد أن نحذر كذلك من بعض المسابقات التي تكون فيها شبهة القمار أو شيء من القمار فنسأل عن هذه المسابقة أرباب العلم والفطل والإفتاء كل في محافظته دور الإفتاء منتشرة والعلماء موجودون نذكر لهم إحداثيات وطريقة هذه المسابقات فإن كانت جائزة ندخلها ونسأل الله عز وجل أن نستفيد منها والأهم من هذا كله أن نتذكر أن رمضان مدرسة المسابقة الأولى والمساراعة الأولى لله سبحانه وتعالى نحن لسنا ضد المسابقات الدنيوية بل فيها الفائدة المالية والعلمية والمعرفية وفيها كؤوس وفيها ميداليات وفيها شهادات تقدير وهذا إن دل يدل على أن المرأة فعال وحيوي في مجتمعه ونريد لهذا المرء ولهذا المجتمع أن يكون فعالا وحيويا مع الله سبحانه وتعالى قال الله تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وعدت للمتقين هنا المسابقة وهنا المسارعة التي لا يجوز لنا أن نتوانى عنها أو نتأخر عنها لو فاتنا برنامج أو مسلسل أو كلمات متقاطعة أو شيء من هالقبيل فإنه لم يفتنا إلا شيء من الدنيا أما أن يفوتنا شيء أخروي عظيم وفي موسمه الأول في هذا العام فهذا والله خسارة عظيمة بين يدي الله سبحانه وتعالى لا تعوض أيام رمضان تأتي متسارعة وتطوى وكذلك أيام العمر انظر إلى نفسك كنت في العشرين ثم أصبحت في الثلاثين ثم قطعت الخامس والأربعين كان أبناؤك أطفالا صغارا على يديك تحملهم واليوم قد كبروا وتزوجوا وما تكون هذه إلا كغمضة عين وإلا كنومة وإفاقة منها فلا نريد أن نلتهي في مسابقات التلفاز وأن نضيع على أنفسنا مسابقة الجنة المسابقة إلى الجنة وإلى الله سبحانه وتعالى هذه المسابقة التي تنجينا والتي فيها الفوز قال الله تعالى أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله من قرأ هذه الآيات فإنها تقرعه وتزجره عن الالتهاء عنها وتهديه إلى أن يسابق ويسارع وأن يفوز في جنة فردوسها الأعلى فيها نعيم لا ينقطع وفيها الفردوس وفيها العدن وفيها أنهار ولا آلع وفيها رضوان من الله سبحانه وتعالى وهو الأهم إذن لا نستبدل رضوان الله بما يسخط الله ولا نستبدل هذه الجنان بشيء من الدنيا عرض مؤقت إنما نريد أن يكون اليوم علامة فارقة ونريد أن نهتفى بذلك الهتاف بدأ المسير إلى الهدف والحر في عزم زحف والحر إن بدأ المسير فلن يكل ولن يقف نحن أحرار بديننا بإنسانيتنا بقرآننا ورمضان يعلمنا أن لا نتأخر وأن لا نتراجع عن فعل الخير بل نكون فيه سباقين مقدامين أئمة لغيرنا نسأل الله تعالى التوفيق والهداية إنه على كل شيء قدير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة